الجمرة الخبيثة الجمرة الخبيثة أو أنثرانكس هو مرض حاد تسببه بكتيريا الجمرة الخبيثة ولذلك تصيب الحيوانات أكثر أشكال المرض قاتلة بدرجة عالية توجد لقاحات فعالة ضد مرض الجمرة الخبيثة وبعد أشكال هذا المرض يستجيب بشكل جيد لعلاج بالمضادات الحيوية مثل أعضاء آخرين كثيرنا في جنس العصيات يمكن البكتيريا جمرة الخبيثة تشكيل بكتيريا كامنة قادرة على البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية للغاية لفترات طويلة من الزمن وحتى عقود أو قرون هذه الجراسيم كانت تكون موجودة في جميع القارات وحتى القطب الجنوب عندما يتم استنشاق الجراسيم أو بلعها أو تتلامس مع الجروح الجلدية للمضيف وتنشط وتكاثر بسرعة تصيب الجمرة الخبيثة عامة الثديات آكلة العشاب البرية والمستأنسة لتتناول طعاما وتستنشق الجراسيم أثناء الرعي يعتقد أن الابتلاع هو الطريق الأكثر شيئا لإصابة الحيوانات آكلة العشب بالجمرة الخبيثة واقتصاب الحيوانات آكلة اللحم التي تعيش في نفس البيئة بالعدوى عن طريق افتراس الحيوانات المصابة يمكن أن تنقل الحيوانات المريضة الجمرة الخبيثة إلى البشر إما عن طريق الاتصال مباشر مثل تنامس الدم المصاب بالجلد المفتوح وأكل لحم الحيوانات المريضة يوصب تلقيح الجمرة الخبيثة لإشخاص المعارضين لمخاطر عالية من المستحسن تحصين الحيوانات ضد الجمرة الخبيثة في المناطق التي وقعت فيها العدوى السابقة شهرين من المضادات الحيوية مثل دوكسي سيكلين أو سيبرورب كاساسين بعد التعرض يمكن أيضا منع العدوى في حالة حدوث العدوى العلاج مع المضادات الحيوية ربما ترياق نوعا وعدد المضادات الحيوية المستخدم يعتمد على نوع العدوى يمكن أن تنتج جراسيم الجمرة الخبيثة في المختبر تستخدم كسلاح باولوجي لا تنتهر جمرة خبيثة مباشرة من الحيوانات المصابة أو من شخص إلى آخر بنتشار عن طريق الجراسيم هذا الجراسيم يمكن أن تنقل عن طريق الملابس والأحزج ويمكن أن تكون جسة الحيوان الذي نفق بسبب الجمرة الخبيثة مصدرا للجراسيم الجمرة الخبيثة طريقة العدوى يمكن أن تدخل الجمرة الخبيثة إلى جسم الإنسان عن طريق المر أو الابتلاع عن رئتين والاستنشاق أو الجد اللمس وتسبب عراض سريرية مختلفة تعتمد على مكان دولوء دخولها ويوضع الإنسان المصاب عموما ما تحت الحجر الصحي ومع ذلك لا ينتشر مرض الجمرة الخبيثة عادة من إنسان مصاب لإنسان غير مصاب لكن إذا كان المرض مميت يصبح جسم الشخص وكتلته من بكتيريا الجمرة الخبيثة مصدرا محتملا للعدوى الآخرية ويوجب اتخاذ احتياطات خاصة لمنع حدوث المزيد من الإصابات الجمرة الخبيثة المستنشقة إذا تركت دون علاج حتى تحدث الأعراض الواضحة قد تكون قاتلة يمكن أن تحدث الإصابة بالجمرة الخبيثة بالمختبر بدون قصد أو عن طريق التعامل مع الحيوانات المصابة أو صفهم أو جلودهم وقد استخدمت أيضا في الحرب البيولوجية من جانب الإرهابيين بغرض نقل العدو إلى البشر كما حدث على سبيل المثال في هجمات الجمرة الخبيثة عام 2001 الجمرة الخبيثة الرؤوية عدو الجهاز التنفسي لدى البشر في البداية تبدأ مع البرد أو بأعراض تشبه أعراض للإنفنولزة لعدة أيام تليها نهيار شديد وغالبا ما يكون مميتا في الجهاز التنفسي تاريخيا كانوا معدل الوفيات بنسبة 92% لكن عندما أعجب مبكرا أنظر إلى هجمات عام 2001 بلغت الوفيات بلغ 45% في حالة تطور المرض إلى مرحلة المداهب بنسبة 97% بغض النظر عن العلاج وتفيد تقاريرا أن العدو القاتل تنجب عن استنشاق ما يقرب من 10.020.000 من الجراسيم على الرغم من هذه الجرعة تختلف بين الألناع المضيف وهناك تباين واسع مثل كل المرض القابلية التأثير مع أدلة أن بعض الناس قد يموتون من خلال التعرض لأقل من ذلك بكثير ونالقلل من الأدلة الموثقة على التحكم من العدد الدقيق أو متوصل الجراسيم اللازمة للعدو يعرف أيضا استنشاق الجامرة الخبيثة بمرض فارزي الصوف أو جامعي الثياب حيث أن هذه المهن هي أكثر عرضة للإصابة بالمرض بسبب تعرضهم للمنتجات الحيوانية للموبوءة ومن الممارسات الأخرى المرتبطة بالتعرض تشمل تقطيع قرون الحيوانات لصنع الأزرار ومعالجة الشعر الخشن الذي يستخدم تصنيع الفرش والتعاون مع جلود الحيوانات غير معروف إذا كان جلود الحيوانات هذه جاء أن الحيوانات التي نفقت بسبب مؤرضة ومن الحيوانات التي كانت تركص على أرض عليها البكتيري واستخدم هذا النمض من العدوة في الأسلحة البيولوجية الجامرة الخبيثة في الجهاز الهضمي عدو الجهاز الهضمي في البشر هي في أغلب الأحيان سبب تناول لحوم مصابة بالجامرة الخبيثة والتصف العدوة بصعوبات خطيرة في الجهاز الهضمي مثل تقيئ الدم والإسهال الحاد والالتهاب الحاد في الأمعاء إيقضان الشهية وتم العثور على بعض الجروح في الأمعاء والفم والحلق بعد غذو البدير لنظام بكتيري نظام الأمعاء انتشر عبر مجر الدم في جميع أنحاء الجسم مما يكثر السمو ممكن أن تعالج للتهابات جهاز الهضمي ولكن عادة ما تكون النتيجة معدلات الوفيات من 25% إلى 60% على حسب سرعة البدء في العلاج الجامرة الخبيثة الجلدية تظهر الجامرة الخبيثة الجلدية في البشر مثل الحروق الجلدية التي تشكل في نهاية المطاف قرحة لها مركز أسود ندوة وتظهر الندبة السوداء في كثير من الأحيان قرحة كبيرة غير مؤلبة نخرية تبدأ كبثور جلدية مهيجة ولها حكة ونقطة داقنة تشبه إلى حد ما الخبز العفن في موقع إصابة تشكل الالتهابات الجلدية عموما داخل موقع البثور بين يومين إلى خمس أيام بعد التعارض على أكس معظم الكدمات أو غيرها للوفيات لا تسبب عادة العدوى للجمرة الخبيثة الجلدية عادة ألما تاندر أما تكون قاتلة الجمرة الخبيثة الجلدية إذا عالجت لكن بدون علاج حوالي 20% من حالات العدوى الجلدية تؤدي إلى تسموم الدم والوفاة اشتركوا في القناة